بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل الطاهرين أحبابي الكرام بعد سير الرسائل والتعليقات التي تلقيناها منكم فكانت بالنسبة لنا الداعم أو المحفز حتى نستمر وحتى نبدع دائما مضوع اليوم هو الارتباط التشعب تلاحظوا الآن عندنا هذه ورقة واحد أريد انتقال مباشرة إلى ورقة ثلاثة او في الانتقال إلى ورقة اخرى ما علي إلا أن أن أتي إلى هنا عندما أكون الآن بإحضاء ورقة واحد أريد أن تقل إلى ورقة ثلاثة أريد أن تقل إلى ورقة ثلاثة أو إلى ورقة ثلاثة كيف ذلك؟ بخاصية تسمى الارتباط التشعبي. اضغط بالماوس بزر الماوس الايمن. نظروا بزر الماوس الايمن على اي مكان داخل المصنع. ثم اذهب الى ارتباط التشعبي. اضغط الارتباط التشعبي. اذهب لي هذا الفلوان. اختار من هذا كله. طبعا هي مواضي اخرى سوف نأتي لها في تفسيلات اخرى ما يهم من اليوم هو هذا مكان في هذا المستنز. هنا مستنز الذي يسمى انا المصنف واحيد. انا اريد ان انتقلم مكان في هذا المستنز. اشهد على مكان في هذا المستنز. طيب. انا الان في ورقة واحد. اهدف اي مكان اريد الذهاب. الى ورقة الاثنين. الى ورقة companies. او اسم المعرفة انا dar Integal إلى ورغة اثنية لما اقول الان في ورقة اتنى. كذلك الوقت بالنقص على سرل الايمن. ثم اختار التباط الشعق قوي. واختار ورقة ثلاثة. طبعا اخترت سبب ان كامير في الصحة السابية ما كان في هذا المستند. وموافق. الان هذا ينقلني مباشرة الى ورقة ثلاثة. كذلك عندما اكون في ورقة ثلاثة نقص الكلام. ورقة اتنى. لان هذا سبب انشأته مسكولة. كذلك انشأ جديد. نمر اخيرا. ارتباط تشعبي. مكان في هذا المستند انتقل الى ورقة واحد. موافق. ومجرد ان اربط عليها سوف انتقل الى ورقة واحد. لا تبخلوا علينا التعليقات والاعجابة والاشتراك في القناة. اه يسعدنا كثيرا ان تشتركوا في القناة.